شيخنا العزيز القوى الشيعية في ترشيح السيد علاوي من هم من موافق من هم من لديه تحفظ الآن وصلت الأمور أن الكابينة الوزارية اكتملت هل القوى الشيعية الخمسة الأساسية مطالبة بتكوين أغلبية برلمانية لتمرير الكابينة أم أنها ستنقلب على السيد علاوي هس هو ابتداء والله العظيم يعني أستاذ نجم أنا مع حبي واحترام الحضرتك وللمشاهدين والله ما يسون نحلل شي سوون شي فكرون يعني ما يسون يعني هذا مسئل شعر هو هذا مسئل وراء الناتج مسئل شعر أوكي ما هو جايك أنا جاي أقول جايك جايك والله جايك والله ما يسون نقعد نحلل شي سوون وش ما يسون هي من الأخير أنا سولف لك إياها من الأخير ومالت عرب وبعدين أجاوبك شايف الأم انتاخذ ابنها للدكتور وتقول لها يا با ابنه مصخن ويطيها فضل علاج وترجع للبيت ومي طيب وترجع هذه نفس الشي للدكتور يا با ابنه مصخن ويطيها علاج ومي طيب الصير عصبية عليه يقول راح أبدل لكي العلاج يبدل العلاج ترجع مرة ثالثة تقوم تتعارك وياه ويقول راح أبدل لكي العلاج بس مرت الرابعة لا توقع هراه تتعارك وياه عركة عادية هراه تفشخه هذولا نفس القصة ويا من يلعبون هي عمي لو همت ليش ما بدلت الدكتور ليش ردت على نفس الدكتور أربع مرات هي لو بدلت طبيب ما ردت علي أربع مرات ما هو أنت أخي المحترم العراقيين ما عندهم خيار غير السلمين فطلعوا أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وبدلنا حسين بعلاوي يعني ما طلعنا بنتيجة إحنا الآن نقول بشكل واضح إذا نجحوا بتمرير علاوي وإذا ما نجحوا هل هي المشكلة كانت بعبد المهدي هل هي المشكلة كانت بالعبادي هل هي المشكلة كانت مو المشكلة بالشخص أكو منظومة حكم مرفوضة من قبل الشعب هاي المنظومة جاي تكرر نفسها وكأن العراقيين أغبياء يا أخي المحترم يا أيها الناس العراقيين شعب ذكي وشعب فطن وحتى العراقيين اليوم وعيهم يزداد بشكل سريع جدا نتيجة وسائل التواصل لا تصورون ناس سذج أغلبهم طلاب جامعات ونقابة محامين ومعلمين ومثقفين وفنانين وأدباء وأساتذة جامعات وحقوقيين مو ناس اعتياديين حتى هذا أبو التوكتوك أنا وإنت جاي نباوع بالتلفزيون وجاي نتابع بالفيسبوك نشوف طريقة كلامهم أنا عشق معاهم شيخنا مرة 13-14 سنة بعدها صبي لكن يتكلم وفق منطق هو فاهم بش دايش صير رحنا خينقول بشكل واضح الإخوة بالقوة السياسية أنا حتى قبل يومين كان أحد القيادات السياسية الميليشياوية يتحدثوا ياي إنه وين رايحين وش جاي يسوون وليش ما تخففون دا يقول لأخي المحترم هو شنا نقشمر عليك وتقشمر علينا هي مو قصتنا نتجيب محمد علاو وتوخر عبد المهدي بنادقكم إذا ما توخرونها ما نقدر نبني وطن صور الخمين وخامنة وولاءكم المطلق لخامنة إذا ما توخرونه ما نقدر نبني وطن ما عدنا اعتراض إذا أكو إنسان عنده ولاء ديني لمذهبه لمرجع التقليد مالته لجهة معينة ما عدنا مشكلة إنه يصير عدهم ولاء لإيران وإعجاب بنظامها السياسي بس تعالوا إحنا أكو قواعد تعايش بالعراق العراق بلد متنوع دينيا وإثنيا وعرقيا وقوميا وأكو عدنا منظومة سموها العقد الاجتماعي الدستور هذا اتفقنا أن نعيش ضمنه وإحنا عدنا حتى المرجعيات الدينية سواء كان المرجعية النجف أو المجمع الفقهي أو مجلس رأساء الطوائف المسيحية أو المجلس الروحاني الإصابي أو المجلس الروحاني الإيزيدي جميع المؤسسات الدينية بالعراق دائما تتحدث بشكل واضح الريد دولة مواطنة يتعايش بيها الجميع بمحبة وسلام أنا حتى ما أستغرق معاك بالأبنيات شيخنا العزيز أنت رجل ذكي أنا وياك شلون نكون متساوين نجم إذا أنا بيدي بندقية وكاتم وعندي صواريخ قراد وباليستية وقاعد بطهران وأغير مستقبلك ومصيرك شنون أنا ياك متساوين؟